اشتركوا في القناة منطقة الصورة صافية مشمسة على المناطق الجنوبية الغربية ووسط الصهراء ستكون اجواء غائمة من حين الاخر صافية مشمسة على المناطق الجنوبية الشرقية واقصى الجنوب الجزائري نذكر ببعض الخلايا الرعدية خاصة خلال الفترة الصباحية على قسنطينة قلمة وسقهراص وايضا وليت الصيف هذه الخلايا ستكون منعزلة ومن منطقة الى اخرى خلال الفترة المسائية الى الليل نتوقع لعودة الامطار والخلايا الرعدية الى المناطق الغربية هذه المرة جنوب تلمسان باتجاه جنوب عين تيوشينت وجنوب وهران بالإضافة الى بعض الخلايا الرعدية والعمطار ستشمل تسم سيلة السعيدة وسيدي بالعباس وليت تيارة وصول الى المدية وعين الدفلة وايضا النعامة والمشرية والبيض هذه المناطق ستشهد خلايا الرعدية وامطار قد تكون معها تساقطات تحبات البرد خلايا الرعدية ايضا ستشمل الجزائر العاصمة بازا وليت تشلف ومستغانم خلال فترة الليلية توقع الاجواق غائمة على المناطق الشرقية والهضاب العليا الوسطى صافية مشمسة على شمال الصحراء والواحات والمناطق الجنوبية ستكون اجواق قليلة الغيوم من حين الاخر في اغلب الاحيان نذكر متابعينا بدرجات الحرارة القسوة ما بعد ظهيرة يوم الجمعة سنسجل درجات حرارة مرتفعة نسبيا خاصة على شمال الصحراء والواحات سنسجل ما بين تقريبا 46 لما يقالب 48 درجة خاصة على بسكرة ولجلال وتقرت ولمغير وديسوفا وصولا الى ورقلة الدرار 45 للا 48 درجة على برج برج المختار وعين قزام تمن راست وإليزي ما بين 35 لما يقالب 42 درجة منطقة الصورة ما بين 40 للا 42 درجة وصولا الى ولاية تندوف اما المناطق الشرقية الداخلية والوسطى سنسجل ما بين 39 لما يقالب 42 درجة المناطق الغربية الداخلية سترتفع درجة الحرارة من جديد قد تصل ما يقارب 42 درجة خاصة على ولاية تشلف وايضا تسمسيل تمعسكر وغليزان السواحل الغربية والوسطى سنسجل ما بين 35 لما يقالب 36 درجة نفس المقياس على السواحل الشرقية إذن تحية طيبة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر